خلينا نبتدي بالنادي الاهلي وقراراته التمانية اللي أصدرها النهارده من خلال الاجتماع الخاص بمجلس الإدارة وشركة الكرة والأزمة زي ما قلت لحقكم المتوجدة في الوقت الحالي لمباراة النهائي الأفريقي اللي متوجدة إن شاء الله في المغرب واللي تم تحديد المكان والمعاد الخاص بيها من خلال الاتحاد الأفريقي المتوجدة في دولة المغرب يوم 30 مايو وبالتالي أزمة موجودة نادي الاهلي النهارده من خلال مجلس دارته قعد تكلموا حطوا كل الحلول وكل الأمور الخاصة به هذه الأزمة وبتفكير كبير جدا ومن خلال مؤسسة كبيرة زي النادي الأهلي قرارات ما بتطلعش كده يعني أي كلام بتطلعش كده وخلاص يعني الموضوع في دراسة كبيرة جدا وفهم للموقف وفهم لمكانة النادي الأهلي داخل القرار الأفراقية ومصر طبعا والعالم عشان بس نبقى متفقين النادي الأهلي من الأندية العالمية المتواجدة حتى في التصنيف من الأندية المية الأولى على مستوى العالم وبالتالي طبعا نادي كبير وقراراته بتبقى طبعا بتتاخد بشكل يعني لي أبعاد كتيرة جدا جدا منها مكانة النادي الأهلي أكيد في المستوى الأفريقي والمستوى العالم وبالتالي القرارات اللي خرجت بناء على المكانة بتاعت النادي الأهلي بناء على العلاقات الخاصة النادي الأهلي وممثل مصر في القرى الأفريقية أيضا العلاقات الخاصة بالاتحادات العلاقات الخاصة بالأندية المغربية والأندية الأفريقية حاجات كتير جدا جدا أكيد كانت على طولة مجلس الإدارة النهاردة من خلال هذا الاجتماع ولكن خليني أقولكم أن هم تم القرارات الأولى أو يعني لما بنيجي نتكلم على القرارات ببسطها لكم بشكل بسيط أن النادي الأهلي بيتمسك بالعلاقات الطيبة مع كل الأندية في المملكة المغربية وده زي ما أقول لكم كده أن العلاقة الطيبة ما بين مصر والأندية المصرية مع العلاقة الطيبة مع كل الأندية العربية والأفريقية المتواجدة في القرارة أفريقية موجودة والنادي الأهلي بيتكلم بناء على أو بيمثل نفسه من خلال هذا البيان أن العلاقة الموجودة والجيدة ما بين النادي الأهلي والأندية المغربية بتخلي ان البيان اللي هيطلع او الكلام اللي هيطلع في القادم يعني من خلال القرارات اللي بعد كده الاندية المغربية ملهاش دعوة خالص به وان الاندية المغربية مش طرف فيها بالاخص طبع النادي الوداد اللي هو وصل لانهائي امام النادي الاهل ان شاء الله وبالتالي ده كان شيء جميل ومهم ونقطة مهمة جدا النادي الاهل بيبتدي بيها هذا القرار والبيان وان الفكرة نفسها ان النادي الاهل اختصامه او كلامه دائما موجه للاتحاد الافريخي اللي في بعض احيان مبدأ تكافئ الفرص ما بصش عليه وما تحراش عنه بشكل كبير عشان في الاخر يعمل او يعني الازمة اللي حصلت دي سببها الاصلي والاول هو الاتحاد الافريخي لكرة القدم وده اللي وضحه النادي الاهل من اول قرار يعني القرار التاني بما معناه ان خوض المباراة النهائية حيتعمل النادي الاهلي ما عندوش مشكلة انه يلعب في اي ملعب في القرار الافريقية سواء بقى في المغرب سواء في ناجيريا سواء في السنغال سواء في مصر سواء في اي حتة النادي الاهلي ما بينسحبش النادي الاهلي ما عندوش فكرة الانسحاب من بطولة هو ان شاء الله ان شاء الله بامر الله من خلال لعبته وتاريخه وثقة نفسه هو ان شاء الله هيجبها بامر الله وبالتالي النادي الاهلي لم يفكر في الانسحاب يعني فيه كلام كتير جدا من بعض المحبين لنادي الاهلي والمتابعين لنادي الاهلي قالوا ان النادي الاهلي يجب ان انسحب او ما يكملش البطولة نظرا للموقف الحالم للتحدي الافريقي وبالتالي النادي الاهلي لا ما بينسحبش ما بياخدش القرارات دي كده وخلاص لا النادي الاهلي بيدرس بشكل كبير جدا جدا كنادي كبير ونادي زي ما بقولت هو ابن اكبر عندها في العالم وفي افريقيا وبالتالي النادي الاهلي هيلعب المباراة ده من خلال البيان او القرار التاني في اي مكان في القرى الافريقية طبعا وجود النادي الاهلي فيه المباراة النهائية ده ثقل ليه البطولة يعني برضو اتحالي الافريقي لازم دايما بيكون متفاهم ان النادي الاهلي وجوده فيه البطولة ووصوله للمباراة النهائية ده بيدي رونق وثقل للمباراة النهائية وللبطولة بشكل كبير وبالتالي طبعا انا بشوف ان التحال افريقي دايما يحمد ربنا ان النادي الاهلي دائما بيبقى موجود في المباراة النهائية طيب القرارة الثالث استكمالا اللي بدأوا النادي الاهلي وهو تكملة المشوار باختصام ما حدث في المحكمة الرياضية الدولية واستكمال التصعيد من النادي الاهلي وده لموقف يعني النادي الاهلي شايف ان فيه سلبيات كتير حصلت من الاتحاد الافريقي موجودة في المسابقات الافريقية مش دلوقتي بس ده قبل كده يعني قبل كده فيه امور كثيرة منها التحكيم منها تنظيم منها امور كثيرة جدا بتحصل يعني على سبيل المثال النادي الاهلي انا بنتكلم النادي الاهلي وصل وده في البيان موجود وصل 15 مرة للنهاء اخذ منهم 10 نهائيات او كسب 10 مرات هذه البطولة منهم بطولتين انا بشوف او 3 بطولات او 3 نهيات النادي الاهلي ماخدهاش بفعل فعل منها لو نتذكر انرامو كرة انرامو او كرة الهدف اللي تم احرازه والنادي الاهلي خرج ايضا في 2007 برضو النادي الاهلي كان ليه دربتين جزاء انا ذكرتهم قبل كده في مباراة اعتقد سفاقسي او النجم السحيلي النجم السحيلي اعتقد كان كابتل عرجون اللي كان موجود واحمد شديد اناو كان ليه درب الجزاء وابوتري كان ليه درب الجزاء وما تمش احتسابها وبعد كده كابتل عرجون قال يعني زي ما بيقول كان بعض الاعترافات ليه ان يعني كان هم ضربات جزاء لكن طبعا في الوقت ده الكلنا بنخطأ يعني ده كان التعبير اللي قاله كابتل عرجون في الوقت ده اشتركوا في القناة